اهلا بكم متابعي قناة الاستاذ الناجح لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد قامت تلميدي يونس ايناس وسعيد بتليين اجزاء من الصفائحة على شكل مستطيلات متماثل ها هي المستطيلات امامكم مستطيل اول الثاني والثالث ساعد زميلتك ايناس على ترجمة ما قامت به من خلال اتمام الجدول الاتي ها هو الجدول امامكم ها هو منتوج ايناس سنكمل هنا المعلومة ايضا هنا المعلومة وايضا المنتوج الخاص بيونس نبدأ الان مع منتوج يونس نقوم بشرحه شرحا مفصلا ولكي يستعيد عزاء التلاميذ المعلومات الصادقة لكي نعبر عن اجزاء الملونة بالاخطر بكسرين نتذكر هذه المعلومة عندنا الجز على الكل الجز نقصد به الجز الأجزاء الملونة اما الكل وهي كل الأجزاء الملونة وغير الملونة اعيد الجزء نقصد به الأجزاء الملونة اما الكل نقصد به الملونة وغير الملونة معا إذن الجزء سنقوم بوضعه في البسط نبحث عن البسط كم سنضع في البسط عندنا كم من جزء ملون واحد اثنان ثلاثة إذن عندنا أجزاء ملونة ثلاثة إذن سنضع في البسط ثلاثة ثم نضع خط الكسر الكل نقصد به كما قلت منذ قليل الملونة وغير الملونة هذه كاملة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن الكل معناه الخضراء وغير الخضراء كم تساوي؟ تساوي عشرة إذن عندنا كسر هو ثلاثة أجزاء من عشرة نقول أو نقول بالضبط نقول ثلاثة أجزاء ملونة بالأخضر من عشرة ونعبر عنها بالكسر كما قلنا ثلاثة على عشرة الآن نذهب إلى منتوج إناس ركزوا معي جيدا أعزائي تليمي تقولنا الجوز على الكل البسط على المقام إذن البسط نضع فيه الجوز أما الكل نضعه فيه المقام أولا نبدأ بجوز لأنه سهل عندنا عندنا كم من خانة ملونة باللون الأخضر كيف نحسبها؟ عندنا هذه الملونة باللون الأخضر كم نحسب هذه الخانات؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمس ست سبع تمانية تسعة عشر هذا العمود الواحد فيه عشرة وهذا العمود أيضا فيه عشرة وهذا العمود أيضا فيه عشرة إذن كم من جوز عندنا أو كم من خانة ملونة باللون الأخضر عندنا ثلاثون نضعها في البسط الجزء أما الكل كيف نحسبه؟ أعزائي التلاميذ يقع الكثير من التلاميذ فيه خطأ قد يضيع لهم الوقت طويلا عندنا طريقتين إما نحسب بالعمود عشرة عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون تمانون تسعون مئة كل عمود فيه عشرة عندنا عشرة آمدة إذن عندنا مئة خانة أو أيضا بطريقة أخرى نقوم بحساب كم من خانة هنا عندنا كم من خانة عندنا هنا عندنا كم عشرة أيضا نقوم بحساب عدد الخانات الموجودة في هذا الضلع واحد اثنان ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة كم عندي عندي عشرة طوى أو عشر خانات بعد ذلك أقوم بالضرب عشرة في عشرة عشرة في عشرة كم تساوي؟ تساوي مئة إذن كم من خانة عندنا؟ عندنا مئة خانة ملونة وغير الملونة إذن الكل كم عندي؟ عندي مئة إذن عندنا نقرأها ثلاثون جزءا من مئة ثلاثون خانة خضراء من كم؟ من مئة ونعبر عنها بالكسر ثلاثون على مئة الآن نذهب إلى منتوج سعيد منتوج سعيد سهل جدا أولا قلنا في البسط ماذا نضع؟ الجزء الجزء ماذا؟ الملون باللون الأخطر كم الجزء ملون عندي؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن في البسط نضع عشرة على الكل ما معناه كل الخانات الملونة وغير الملونة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة أكيد نفس الشيء لأنها ملونة كلها وإذن الكل نضعه في المقام وتصبح عندنا كسر عشرة على عشرة ونقرأ عشرة أجزاء من عشرة أي عشرة على عشرة نذهب إلى الجزء الموالي بعد أن تمعنا سعيد في من تجي نسواء ناس كتب المساواة التالية ثلاثون على مئة تساوي ثلاثون على عشرة هل توافقه؟ تجيب نعم أم لا؟ ثم بعد ذلك إشرح رياضيا أو حسبيا نقول ثلاثون ثلاثون على مئة تساوي ثلاثة على عشرة كيف ذلك؟ يمكن باستعمال الإختزال نختزل هذا السفر من البسط مع هذا السفر من المقام إذن اختزلت سفرا واحدا مع سفر واحد في المقام واحد مع واحد إذن يبقى عندي كم؟ ثلاثة على عشرة إذن ثلاثون على مئة تساوي ثلاثة على عشرة أثبتناها بالاختزال أو يمكن لو قمنا بقص هذا الجزء الملون الأخضر ووضعناه فوق هذا الجزء الملون الأخضر سنجدهما متطابقان بالتمام أي أن مساحة هذه الخانات نفسها مساحة هذه الخانات وما يثبت أن ثلاثون على مئة تساوي ثلاثة على عشرة الآن لكي نثبت المعلومات عبر عن الجزء الملون بكسر عندنا أربعة أشكال لكي نتذكر قلنا الجزء نضعه الجزء أين أضعه في البسط أما الكل أين نضعه في المقام هيا نحسب معنا الجزء الملون واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن عندنا عشو خانات ملونة باللون الأصفر أين نضعها؟ نضعها في البسط على كم الكل؟ كل الخانات الصفراء وغير الصفراء عندنا العمود الواحد فيه كم؟ عشرة وهذا عشرة إذن عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، مئة إذن عشرة على مئة عزائي التلاميذ من يستطيع اختزال هذا الكسر؟ بنفس الطريق، سفر واحد من البسط مع سفر واحد من المقام، وتصبح عندنا واحد على عشرة إذن عشرة على مئة تساوي واحد على عشرة الآن نذهب إلى هذه الحمراء عندنا في البسط ماذا نضع؟ الأجزاء الملونة، لأنه طلب مننا التعبير عن الجزء الملون لم يقل لنا عبر عن الجزء الأبيض جزء الملون، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تنمية، تسعة إذن تسعة على نفس الخامات، وضعتها كلها مئة تسعة على مئة، دائما الجزء الملون في البسط وكل الأجزاء الملونة وغير الملونة في المقام نذهب إلى الأزرق، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة زرقاء، هذه سبعة، هذا سبعة، هذا سبعة، والأخير أيضا سبعة، سبعة في أربعة كم تساوي؟ ثمانية وعشرون على الكل كما قلت لكم أنها كلها مئة، يمكن أن أحسبها بالعمود، هذا العمود في عشرة، وهذا عشرة، وهذا عشرة، إلى آخر واحد، وتصبح عندي مئة خامة كلية وأخيرا إلى هذا البرتقالي، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، كل سطر فيه عشرة، هذا عشرة، هذا عشرة، وهذا أيضا عشرة، وهذا أيضا عشرة، كم تساوي؟ ثلاثة وأربعون هي الخنة الملاونة على كم؟ على أمئة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته